حضر اليمن في واشنطن قدر حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بل لازمه كظله في هذه الزيارة الأولى له لواشنطن بعد توليه منصب ولي العهد واجه بن سلمان اختبارا تشريعيا صعبا على علاقة مباشرة بالحرب الدائرة في اليمن التي تنخرط فيها بلاده بقوة منذ أكثر من ثلاثة أعوام فقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد قرار يسعى لإنهاء دعم الولايات المتحدة لما يسمى بتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي سعى المشرعون من خلاله للمرة الأولى إلى استغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي صراع لم تحصل فيه على تفوض من الكونغرس وصوت المجلس بأغلبية 55 صوتا مقابل 44 صوتا في وقت وصف فيه عدد من المشرعين الداعمين لهذا الإجراء وعلى رأسهم السيناتور المستقل بيرني ساندرز الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن بأنه كارثة إنسانية فيما أقام هؤلاء الناشطون احتجاجا رمزيا أمام الكونغرس للتذكير بالحرب الدائرة في اليمن وللمطالبة بوقفها وفيما نفى السيناتور مايكلي وهو من الجمهوريين المؤيدين للقرار بأن يكون هذا التصويت قد نفذ ليتزامن بأي حال من الأحوال مع زيارة ولي العهد السعودي تستمر رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي التقى ولي العهد السعودي في البيت الأبيض إلى علاقة بلاده بالمملكة من زاوية المكاسب المالية فقد تركز فواحتات الرئيس ترامب مع ولي العهد السعودي حول اتفاق جرت توصل إليه العام الماضي بشأن استثمارات سعودية مع الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار ويشمل مشتريات عتاد عسكري ضخمة من الولايات المتحدة قال الرئيس ترامب إنها أسهمت في توفير 40 ألف وظيفة للأمريكيين تجاوزت المملكة اختبارا تشريعيا خطيرا يتعلق بدعم الولايات المتحدة لحربها في اليمن فيما يرى المراقبون أن محاولات كهذه سوف تستمر قدر استمرار إخفاق المملكة في الحسم وفقا للأهداف المعلنة لهذه الحرب شكرا